أهلا بكم ستة وعشرون عاما من عمر الوحدة والتي ظلت هدفا للنظامين في شمال اليمن وجنوبه منذ ثورتي سبتمبر واكتوبر بداية المحطات كانت في نوفمبر من العام 1970 عند لقاء تعز بين النظام الشمالي والجنوبي وتم الاتفاق على إقامة اتحاد فدرالي بعد لقاء تعز بعامين اجتمع وفداء الشطرين في القاهرة لتسوية الخلافات والاتفاق على قيام دولة الوحدة برعاية الجامعة العربية إلى أن أتى العام 1977 وفيه عقدت اتفاقية قعطبة بين الرئيسين إبراهيم الحمدي وسالمين ضمن خطوات السير نحو الوحدة بعد سلسلة من اللقاءات بين نظام الشمال والجنوب تم التوقيع على إعلان الوحدة الوطنية بين الرئيس المخلوع صالح والرئيس علي سالم البيض في الثاني والعشرين من مايو بعد أشهر فقط من إعلان الوحدة اغتال نظام صالح ثلاثة وعشرين من قيادات الحزب الاشتراكي مهد ذلك لاندلاع حرب صيف 94 حينها اشتاحت قوات نظام صالح مدينة عدن تحت مزاعم محاربة الانفصاليين وحتى العام 2007 انطلق الحراك الجنوبي بكيان جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين المسرحين من أعمالهم واعتبر ذلك أول شرارة انطلاق الرفض الشعبي ضد نظام صالح والذي تجلى في ثورة الحادي عشر من فبراير السلمية بعد تحالف المخلوع صالح والحوثيين وانقلابهم على الدولة وعلى مخرجات الحوار الوطني واشتياح العاصمة صنعاء اشتاحت ميليشيا الحوثي والمخلوع مدينة عدن في مارس 2015 لم تستمر سيطرة الانقلابين على عدن إلا لمدة خمسة أشهر فقط حتى تحررت بإسناد من قوات التحالف العرب سلسلة من الأحداث المؤلمة رافقت مسيرة الوحدة الوطنية وانقلبت على كل المعاهدات والاتفاقيات لكنها لم تغادر وجدان وضمير اليمنيين وحتى اليوم لا يزال الجميع بانتظار ما ستسفر عنه التحولات وبانتظار يمن اتحادي نصت عليه مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي اتفق عليه اليمنيون كمخرج آمن وضامن لبقاء اليمن والهوية الوطنية الجامعة